البنات تعانون لي من تجاعيد من تسبوغات من الليطة شو عندك الخطوط الرفيعة عمرك فوق من سنة الخمسين اني اكيد انسان فاشت يوصل الخمسين الى ما فوق يقول له عنده تجاعيد اللي هي بنسبة عالية و حادة بزاف يا البنات من الصعب انك تزوليهم بشي حاجة الا ما كانت شنيت فعلا زوينة وفعالة مليون في المية فاليوم اجبت لكم اقوى بوتوكس و اقوى وصفة البنات لعلاج التسبوغات و اهم حاجاته هم التجاعيد ولكن ما بغيتش وصفة تعالج غير التجاعيد وصافي و نخليه ليطاش لا بغينا نعالجوا التجاعيد العميقة ليطاش و التسبوغات كل شي نعالجوا في وصفة واحدة اللي هي زوينة و بسيطة و كتتكون من مكونات و مقادر موجودة في المطبخ و في الكوزينة ديال كل مرة و كل بنت هاد المكونات سيكون عندك ان شاء الله نحن احنا اكيد ان شاء الله مقبلين على بزاف ديال الحويجات من هم الدخول المدرسي لنا و الوليداتنا كان بزاف الناس يدخلوا الوظيفة ديالهم فاكيد ما كيبغيوش يمشيوا بالوجه ديالهم شوات كذلك التجاعيد كهكذا كتبان كيبغيو دائما شي وصفة تدير لهم في حل البوتوكس يعني اكيد عافل البوتوكس فاش كيبش يمشي و نديرو في مساحة التجميلة و في العيادة ديال التجميل هو غالي للأسف تعمل دياله و كل ما اصحبش حال تتخدموه و كذلك بزافة البنات ممكن ما يزعموش يعني وخا عندهم ذاك المبالغ ممكن ما يزعموش يعني يبغيو يصوبوش حاجة غير في البيوت ديالهم و في المنازل ديالهم و يجيب بيها الله تيسير فاليوم اجبت لكم البنات وصفة من بين احسن احسن مجر ربص لعلاج التجاعيد لعلاج التسبوغات لعلاج لنمشو الكلف التبرقيع مهم جميع العيوب و جميع المشاكل البنات غادي تعالجوهم ليه بهدل المولاتي الوصفة البسيطة و رخيصة نتمنى يا ربناتنا الاستحسن ديالكم و ناتنا الاعجاب ديالكم و على بركة الله البنات غادي نمشي و باش نتعرفو على مكوينات الوصفة الطريقة ديال تحضير ديالها و الطريقة ديال الاستخدام و الاستعمال ديالها كذلك فالبنات عدنا جوج ديال المكوينات يعني كما سنقولو اساسيين و معانا مكونات تناوية طبعا الحال كيف العادة و كيف ملفكم دائما ولكن حبيبتي قبل كل شيء البنات اللي يعطيكم صحة و اللي يعطيكم استر كما كنجوكم دي فيديو زوينين والله القسم لبنات ما تصورو شايش حال ديال الوقت كيش دوليالي فيديو و خصوصا في حال هاد الهميزة هادو يعني كنجرب الام ديالي لانو انا ما فيه اشتجاعي باش نكون صريحة معكم طبعا الحال الام ديالي اللي يحفظها ليها هي اللي كتجرب ليه في حال هاد الوصفات فماشي من السهل حتى يكون عندها بزاف ديالي اشياء ما تقضي فكن حاول نطلبها انها تعجل شوية كي مسلا قولو بيع وجالة على ودكم و على قبلكم و كتمشي كتجربها باش هكذا ترجع تعطيني للنتيجة و السيل جارة ديالي اللي يحفظها تايا تمشي تجربها يعني فيها الوقت فيها الوقت و فيها الخدمة فيها الخدمة داك شيء الليش كتقولو ليه كتري من امرا فكن حاول المكسيموم ديالي لبناس فالله يعطيكم صحة قدرو الجهد اللي كان نعمل على ودكم و على قبلكم و هبطي لتحت و ضغطي او كبسي كبسة اللايك ما غتخسري تشي حاجة والله القسم ما غتخسري تشي حاجة غير كتشجيع منك ليه غادي تزيدي تشجعيني تزيدي تافنسي بيه تزيدي تخليني نخدم تزيدي تخليني نبتاكر تزيدي تخليني نجيب ليك الجديد تزيدي تخلت حمسيني ان شاء الله على المزيد من الاشياء زوينة 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 والله يعطيكم صحيحتكم و تحييلكم خاصة بزاف على تقدير ديالكم ليه والناس اللي كان يخلوا ليه ديكم مانتاق زوينين زيدي افنسي الله يعطيك صحة شكرا 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 لكم البناس بزاف بزاف الله يعطيكم رضا والله يعطيكم صحة كما تنقولو على بركتي الله البناس نمشون باش نتعرفو على مقادر الوصفة ولكن بليز نو دي دابة 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 بجربي الوصفة ولما أعطيك نتيجة دابة خليلي التعليق كما تقولو عرقي اليد يل بصح بل مهم على بركتي الله البناس غادي نحتاجون ان شاء الله العسل هنا البناس عندي غير العسل العادي هذا غير العسل ديالسكر هانتو ما البنات تحضير من السكر والغليكوز في 400 غراب هذا البنات العسل العادي هذا البنات كيعجبني بزاف كي يجي سائل العسل الحر للاسف تقادى لي ما شاء الله بكثرة ما كنستخدموا الوجهة ديالي يعني كي ما سنقولو تقادى بشكل كبير يعني ضغية ضغية كي يتقادى هو خذ العسل الحر للماكلة ولا الوصفة تركي تقادى في ساعة فلا ما عندكش ديريغي هاد العسل هذا هاد القرية عادي رخيصة ركت تكون عند البقال وعند العطار جيبها وستستخدمها كذلك البنات غا تحتاجوا معي الحليب هنا البنات عندي حليب مجفف كامل بدا سم عندي هاد نيدو زوين يا البنات التبييد والتصفية كي ما قلنا ما بغيش نعالج غي التجاعيد وبزاف منكم تقولوا لي را همشوا التجاعيد وبقوا التسبوغات بغيت حتى التسبوغات يطيروا ان شاء الله فالبنات ما تنسونيش ملي لايك باش نزيد نزيد نبحثوا ونقلب ونبغتاجي ونخلي الأم ديالي وبزاف الناس يجربوا لكم الوصفات عادما بعد نجي مبغتاجيهم معاكم فانتمنى البنات تكبسوا 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 تضغطوا زر لايك اللي يعطيكم صحة وانا مزوجة في كل غزالة وكل متسبعة كتحب المحتوى ديالي تهبط لتحت وتكبس كبسة لايكات بالنسبة لبنات الثالث مكوين الليبنات عدنا في هذا هو الشوفان او الخرطال هاد الشوفان او الخرطال من بين المكوينات الزوينة التبييد العلاج تجاعيد علاج تسبوغات نمشو الكليف السيكاتخيس هكذا ينفخليك الخديدات ديالك الوجيه ديالك الويدات ديالك بعض البنات يقولوا لي الويدات ديالك نرى انا منحافين فالبنات نتالى فيكم لها لايحوزكم ونخليكم باللارة عريسات من جديد بالنسبة للعروسة اللي مزوجة عشرين عام نرجعها عروسة من جديد العريسات اللي يالله مقبلين ان شاء الله على هاد المرحلة هادية اللي يستر لهم الامور غادي ينتالى فيكم ما تحتاجوا تمشيوا لنصال ونفليستكم خليوهم عندكم غادي تحتاجوهم انا تنادر على البنات اللي مقبلين على الزواج وعلى الاسرة وعلى بزات ديال الامور والله القسام غا تحتاجوهم فاتهلاوا فليستكم ودائما غانتهلا فيكم غير بدك الشي اللي كما سنقولون موجود في كل كوزينة وفي كل مطبخ المهم stop المهم كما قلنا الشوفان أو الخرطال بلمعنم العسل عادي لكختار او لدي الглиكوز ووصل لبناط المجفف كذلك التلطقي القمح angry السحل القمح بالنخالة قمح بالنخالة الاروز باودر الشوفان العسل وحليب المجفف وصلنا الى 5 مقادير أو الى 5 مكونات اخر سنحتاجها معلقة اليوغورت أو الزبادي اما هذا البنات ناطور ناطور مرحبا نصح لانه يقدر يسبب لك حساسية و ترجعين دي تقولي انت لي قلت لي ديري فانا نقول لكم دك الشي اللي كان في البداية باش هكذا اي وحدة نسبتها شي حاجة مرحبا ما نسبتها شي يعني نعطيكم شنو كان في اللول كذلك البنات هادانا كان ديرو بالفاني تهوزوين ولكن الا يقدر يسبب لك حساسية ومع مركي ما جربتي شي دانو بشينكها ديري يخطي غير هذا الطبيعي وهني راسك شي حاجة ناطيو طبيعي يحسن لك المهم هادشي اللي كان هادو هما المكونات البنات من يكونوا كيبانو لكم كاملين مزيان قلنا العسل دانون الحليب مجفف الشوفان القمح كومبلي والروز باودر وده بندوزول طريقة التحضير لانو تبارك الله هاد المكونات رغي من اسمية بليكم البرهان رغير من المقادر تبليكم مدى مصداقية ومدى اهمية ونجاح الوصفة وفعالية الوصفة الحمد لله فلين بغي نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش من اللي لايك اللي اعطيكم صحى اللي اعطيكم استركنين بزاف دياللي فيديو غادي نجيكم بهم ولكن كان بغي تشجيع عفاكم مره اللي لايك بغامو مهم مين ليك تشجيع منكم اللي يالله اعطيكم صحيح تكم المهم على بركة الله البناس غادي ندوزوا الطريقة ديالتحضير اول حاجة البناس غتتاخدي معي كمية ديالروز باودر كمية ديال الخرطال او الشوفان هنا ندرت جوج معالق ندومه تزيدي للمولاتي مع القمح او للقمح الكامل كذلك كمية من الحليب المجفف بالمناسبة بزيف منكم غتقولون يرا عدنا الحساسية الى عندك الحساسية في الوجه ديالك ديري ما ورد هو اللو الخلطي بما ورد عضي في العسل عضي في دانون هاد شي اللي غندير معاكم دابري انه بزيف منكم تتكتبوا لي في تعليقات عدنا حساسية شنون ندير الله يعتك صحة وكان بغين نجاوبكم وكان جاوب نجاوبش ولكن تبارك الله ممكن يكونوا تعليقات كتار فما باش نبقى نجاوب كل واحدة بوحدة لانو ما شاء الله كمية الى وخصين مش نجرب لكم وصفة خرين باش نجيكم نهار الاخر بالجديد يعني ما غاديش هينغيب عليكم فادك شعليش لضيق الوقت لبنات نحاول نجاوب دائما في الفيديو واكيد لك انه بعض التعليقات لي ما جاوبتش عليهم في الفيديو فمرحبا نجاوب عليهم على الراس والعين اللي بنات في التعاليق فالمهم ستخلطي ليه بالمدية الورد إلا عندك هكذا حساسية هو الول عضي في العسل عضي في اليوغورت هو الاخر باش الوصفة تخليها مثلا بقوام لي هو يعني قوام لي هو كريمي يتكون في حل الكريم ما شاء الله كيفاش ديرها لغسات ده بغا دين دير العسل غا دير السكارغي العادي عينكم ميزانكم البنات دائما شوفين انتي شنو غاي توتع معاك شنو غاي سلكك شنو غاي دابا البنات غادي نزيدوا شوية ديال الروز باودر نضيفوا اليوغورت او الزبادي زوجت وصلت معي القادية يعني هذا بالفاني ماشي مستوس ولكن من الاحسان إلا عندك حساسية ضفيه مستوس اضافة الوصفة اضافة الوصفة اضافة الوصفة اضافة الوصفة اضافة الوصفة اضافة الوصفة هنتم البنت تشوفوا ما شاء الله تبارك الله ووصفة كيفاش دايرة كتن شعبت البنت اضغط العسل هانتوما هانتوما شوفوا ما شاء الله فده بغاد ينطبقها شوفوا شوفوا شكل وعلى بركة الله الريحة ما شاء الله خصوصا بالفاني كيعطي واحد نسيمة واحد رويحة زائد دك العسيلة والمدية الورد ما شاء الله يالبنات لاغوسيت كتحمق شوفوا شوفوا يا القوام ديال هاد الغوسيت كيف شدير وكيهبل كيهبل يا لبنات شوفوا اللهم بارك وزيد في ذلك يا لبنات شوفوا القوام ديال هاد الغوسيت كيف شدير فبعد ما الوصفة كتبقيها كتخليها حتى تنشف ضروري البنات حتى تنشف الناس لا يقولوا لي ايش حالة الوقت كتاخد فهذا الوصفة لبنات باش نكون صريحة معكم كتاخد لي انا شخصيا 15 دقيقة الام دي اللي لايحفظها لي كتاخد لي 20 دقيقة لانه هي فيها تاجعي دكتار فكتاخد لي 20 دقيقة كي ان البعض البنات اللي يجربوها وللجرسة دي اللي يقولوا لي اخذت لينا 30 دقيقة يعني كل وحدة والوقت اللي غتاخد ليها باشا كده نكون صريحة معاكم ما نقوش لكم في 5 دقائق ولا في 10 دقائق هون كدب عليكم اللي البنات في حالة الوصفات وخصوصا اللي كي جبدو البشرة رخص الوجه دي اللي كي تجبد على احسن مايورا ما عاد تغسليها يعني كتبغي الخاطر كتبغي لقانة كتبغي شوية دي الوقت كتبغي تكوني مكونسنتري عليها المياه في المياه مرولكسي عليها يعني مركز عليها المياه في المياه فهذا شي اللي كينو دي ما مني كتبغي في حالة الوصفات هادو ما تتحكي ما تجمعي ما تدري دي ما عملي واحد جوجي خيارات على عينيك وتكاي وغمضي عينيك وترولاكساي حتى تمر 30 دقيقة عاد من بعد غسلي لوجه ديالك ورجع الفيديو وكسليها لي واحد التعليق زوين وفي رحمة الوليدين والله القسم اللي بنات الله يعطيكم سحيح تكم رحمة الوليدين بزيانة لي لواحد الدرجة كبيرة اللهم بارك رحمة الوليدين تشجعني الواحد الدرجة لا تتصور لابنات فالمهم هدا هو شكيل ديال لغسة كيما قلت لكم انتوما شوفوا هدا هو القوام ديال لغسة شكيل ديالتي حمق و تهبل انتوما فغسليها أرضي عليها لمنحي تتبييد لمنحي تتبرقية تسبوغات نمشوا لكلف كيما قلت لكم في البداية ماشي غير تجاعد لانو حاولت تركز في هاد الوصفة ما بيش نعالج غير تجاعد و صافي قلت نعالج لهم كل شي في وصفة واحدة فانتمنى لبنات ما تنسوني شمل اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي لايك ديالكم باش نزيد 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 نجيب لكم في حال هاد الهميزات تشتركوا في القناة تفعلوا زيال الجرس خلوا لنا التعليقات والاقتراحات والاستفسارات وبوصلكم كبيرة كبيرة بزاف ونطلق معكم في فيديوهات ماجيه الى اللي لايك تشتركوا في القناة